رد المؤسسة العامة للغذاء والدواء على ما أثير من تشكيك حول مأمونية بعض الأصناف الغذائية جاء على لسان المدير العام للمؤسسة الدكتور نزار مهيدات الذي أكد سلامة وجودة الغذاء في الأردن رافضاً التشكيك في عمل المؤسسة وفي مهنية كوادرها التي قال إنها تضم كفاءات فنية وعلمية من ذوي الخبرات وأوضح مهيدات أن المعلومات المتداولة غير دقيقة وأن بعضها يستند إلى قواعد فنية قديمة تم إلغاؤها أو تحديثها مؤكداً أن جميع المواد الغذائية المستوردة تخضع لإجراءات رقابية مشددة وكشف عن عدد من الإجراءات الرقابية التي يتم اتباعها من خلال نظام أسيكودا وتشمل تدقيق الوثائق وإجراء فحص ظاهري إضافة إلى سحب عينات للفحوص المخبرية وبعدها يتم في مختبرات المؤسسة إجراء كافة التحليل المخبرية المطلوبة من قبل فنيين مؤهلين وباستخدام أحدث وأدق الأجهزة المخبرية وباعتماد الأسس والمرجعيات العلمية والدولية وحول إرساليات القمح الواردة إلى الأردن أوضح مهيدات أنه يتم سحب عينات منها وإجراء فحص للصلاحية والجودة والتحري عن متبقيات المبيدات وهذا وفقا لمهيدات ينطبق على الحبوب والبقول إذ يجري التحري عن أكثر من 350 نوعا من المتبقيات والسموم الفطرية أما عن الأسماك المجمدة فقال مهيدات إن سوق الأسماك عالمية وإنه في حال وجود أي مخاطر يتم التواصل مع الدول المستوردة من خلال شبكة سلامة الغذاء العالمية كما يتم فحص الأسماك فيزيائيا وكيميائيا وجرثوميا بالإضافة إلى إجراء فحص للطفاليات وفيما يتعلق باستيراد الحليب أكد مهيدات أن جميع منتجاته تخضع للفحص والمطابقة للقواعد الفنية الخاصة بها قبل إدخالها وأنه لا يسمح باستخدام الحليب المجفف في تصنيع اللبن واللبنة بالإضافة إلى تنفيذ جولات رقابية دورية على مصانع ومعامل الألباني ومنتجاتها وتنفذ المؤسسة برامج رصد متخصصة وفقا لمديرها منها ما تم منذ بداية هذا العام من إتلاف أو إعادة تصدير 25 طن من الأرز و246 طن من المكسرات و215 طن من البقول و70 طن من الحبوب شكرا للمشاهدة